عشرة اطفال في العالم نزلوا من بطن امهم وفبقوهم دستة معالق دهب مش بس لانهم اغنية الغنى طبعا لله وحده لكن علشان هم اغنى عشر اطفال على مستوى العالم كله منهم اللي عنده اصور ومنهم اللي بيملك مليارات لو عاوزين تعرفوا العشر اطفال الاغنى في العالم كله منين بالزبط وحجم سرواتهم تبعونا من خلال هذا التقرير اهلا بيكو انا محمد عبدالقادر اعادة ما يتحول معظم القنوات والبرامج على اليوتيوب بتغطية اخبار اغنى اغنياء العالم من رجال الاعمال لكن نادرا ما بيتم تطرق الى قائمة اغنى عشر اطفال في العالم اثناء الكلام عن صحاب المليارات من الكبار في السن ومحدش بيجي باله ان في اطفال مليارديرات وعلى الرغم من ان مجلة فوربس بتختص بنشر قوام الاثرياء ويعادة ترتيبهم بشكل دوري لان في اطفال اثرياء بمئات الملايين من الدولارات وتتضمن قيمة اغنى اطفال العالم اللي بتتناولها موقع توكو قائمة باغنى عشرة اطفال على كوكب الارض اعتمادا على ثروة ابائهم اللي هيورسوها في حالة وفاة احد الاباء او عن طريق اللي قاموا بيه من جهود شخصية ولو حاولنا نستعرض قائمة اغنى عشر اطفال في العالم فهي كالتالي واحد الامير جورج اليكسندر لويس مليار دولار اغنى طفل في قائمة اغنى عشر اطفال في العالم وهو اغنى طفل في العالم ولد في 22 يوليو 2013 وهو معروف باسم الامير جورج من كامبريد والسبب الثروة دي انه ولد لعائلة بريطانيا الملكية ووضع في المركز الاول بسبب نسبه الملكي اللي ممكن يتسبب في زيادة ثروته بشكل كبير جدا في المستقبل اثنين فوبي اديلي جيتس مليار دولار وهي ابنة اغنى رجل في العالم سابقا بيل جيتس وهتورس من والديها ثروة ما تقلش عن مليار دولار ابريكي تلاتة بيلو ليفي كارتر بتنتمي الطفلة بيلو ليفي كارتر لعائلة الهيب هوب الاكثر ثراء في العالم وهما بيونسي و جاي زي وبيعتقد ان ثروتها اعلى من مليار دولار ولسه بتنمو شوية اربعة سيوري كروس تمنمية مليون دولار امريكي والسبب ثروة الفتاة سيوري كروس هو انتمائها لعائلة مكونة من اكتر الممثلين ثراء وهما توم كروز و كاتي هولمز وممكن تضيف لكده انها بتتمتع بمتابعة هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي مع المصورين وغيرهم من العلامات التجارية الشهيرة للازياء بعد حسابها على انستجرام خمسة لوكس و فيفيان هما طفلين توأمين للمشاهير براد بيت وانجلينا جولي بدأت سروة التوأمين تتصرب من ولادتهم وتم بيع اول صورة لهم بمبلغ ضخم يصل الى مليون دولار وده اللي خلها اغلى صور الطفل تم بيعها حتى الان وثروتهم 200 مليون دولار ستة ايما وماكسيميليان موليز 200 مليون دولار امريكي تعود ثروتهم الى والديهم وهما مارك انتوني و جينيفر لوبيز ومن يوم الاول من الولادة كانت العدسات الاعلامية بتابع تطورتها واثرت اهتمام المعجبين سبعة دانيلا بريك هيد اصبحت من اغنى الاطفال بسبب المراث الفعلي اللي تلقته بعد وفاة والدتها انا نيكول سميث وتوفيت والدة الطفلة بسبب جرعة زائدة من العقاطير تاركة لها عقارات واموال نقدية وكده دخلت نادي المليونيرات برصيد 59 مليون دولار تمانية نيك دولسيرا وثروته تقدر بـ 30 مليون دولار امريكي وخمس اشخاص مختلف في قيمة اغنى عشر اطفال في العالم وجدت ثروة الطفل في الغالب من مهرته في برمجة الكمبيوتر وشركة اسسها لما كان عمره 15 سنة بس بصفته عبقاري تقني اخترع نيك سوميلي وهو تطبيق اي 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 اس تم بيعه لاحقا مقابل 30 مليون دولار لشركة ياهو العملاقة للتكنولوجيا حصل مرة على لقب مبتاكر العام من قبل صحيفة والستريت جورنال وظهر في قيمة مجلة العالم الاكثر تأثيرا للمراهقين وحصل على جائزة ابل ديزاين اوورد في عام 2014 واضيف بشكل كبير الى سجل ثروته وبيتابع حاليا علوم الكمبيوتر والفلسفة في كوليت هيرتفورد في جامعة اوكسفورد تسعة ايجيل بيرسلاين وصروتها بتقدر ب12 مليون دولار امريكي اغنى طفلة ممثلة في قيمة اغنى 10 اطفال في العالم وهي مغنية ممثلة امريكية بدأت حياتها المهنية في سن صغيرة من 3 سنين وظهرت لأول مرة فيلمها الاول في عام 2002 بعنوان سينجس واستمر الفيلم في الحصول على نسبة مشاهدة هائلة حول العالم ونجاح في شباك التذاكر وعززت اداءها من خلال الظهور في الدراما الكوميدية لتل ميس سانشاين واللي حققت من خلاله نجاح تجاري كبير وكسبة ملايين وفضل الصروة اللي جمعتها من التمثيل اصبحت اغنى ممثلة طفلة في العالم عشرة ريجيف روبير وثروته تقدر ب5 مليون دولار امريكي وهو اكبر الاطفال معاناة في قيمة اغنى 10 اطفال في العالم ولد ونشأ في اغندا وهو نجل اغنى رجل في اغندا سودهير ويباريا على الرغم من ظهوره في قيمة اغنى الاطفال بين الاغنياء لانه لم يتلقى ثروته بالطريقة السهلة ومن بدايته عرضوا والده لاقصى الظروف من خلال رحل التكوين الثروة اللي يكونوا الشخص اللي اصبح عليه وهو اغنى طفل في افريقيا بفضل دروس حول طرق صنع الثروة وتنميتها من صغره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة